قالت منصقة الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستنجيس إنه من المتوقع عبور ثمانية شحانات أخرى تحمل المواد الغذائية والأدوية والمياه إلى قطاع غزة اليوم وأضافت أن المنظمة سجلت دخول نحو 74 شحنة مشيرة إلى مواصلة المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي في محاولة لتوفير المزيد من المعابر الإنسانية في القطاع المقتضي بالسكان ومشيرة إلى وجود ألف مريض يحتاجون إلى غسيل للكلة وأكثر من مائة طفل وراضيع في الحضانات في قطاع غزة